بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع سورة القصص من تفسير القرطبي الآيات من 1 إلى 51 تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا صورة القصص مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وقال ابن عباس وقتادة إلا آية نزلت بين مكة والمدينة وقال ابن سلام بالجحفة في وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي قوله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقال مقاتل فيها من المدني الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله لا نبتغي الجاهلين وهي ثمان وثمانون آية يقول الإمام القرطبي قوله تعالى تاسينين تقدم الكلام فيه تلك آيات الكتاب المبين تلك في موضع رفع بمعنى هذه تلك وآياته بدل منها ويجوز أن يكون في موضع نصب بنتل وآياته بدل منها أيضا وتنصوبها كما تقول زيدا ضربته والمبين أي المبين بركته وخيره والمبين الحق من الباطل والحلال من الحرام وقصص الأنبياء ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقال بان الشيء وأبان اتطلح نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون وقارون واحتج على مشرك قريش وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره وكذلك قرابة قريش لمحمد وبين أن فرعون على في الأرض وتجبر فكان ذلك من كفره فليكتنب العلو في الأرض وكذلك التعزز بكثرة المال وهما من سيرة فرعون وقارون نتلو عليك أي يقرأ عليك جبريل بأمرنا من نبأ موسى وفرعون أي من خبرهما ومن للطبعيد من نبأ مفعول نتلو أي نتلو عليك بعض خبرهما كقوله تعالى انبتوا بالدهن ومعنى بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب لقوم يؤمنون أي يصدقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند الله فأما من لم يؤمن فلا يعتقد أنه حق قوله تعالى إن فرعون على في الأرض أي استكبر وتجبر قاله ابن عباس والسدي وقال قتاده على في نفسه عن عبادة ربه بكفره والدعو الربوبية وقيل بملكه وسلطانه فصار عاليا على من تحت يده في الأرض أي أرض مصر وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في الخدمة قال الأعشاء وبلدة يرهب الجواب دجلتها حتى تراه عليها يبتغي الشيعا يستضعف طائفة منهم أي من بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين تقدم القول في هذا في البقرة عند قوله عز وجل يسؤمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم الآية وذلك لأن الكهنى قالوا له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه أو قال المنجمون له ذلك أو رأى رؤيا فعبرت كذلك قال الزجاج العجب من حمقه لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع وإن كذب فلا معنى للقتل وقيل جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بني إسرائيل في شغل مفرد إنه كان من المفسدين أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر قوله تعالى ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض أي نتفضل عليهم وننعم وهذه حكاية مضت ونجعلهم أئمة قال ابن عباس قادة في الخير مجاهد دعاة إلى الخير قتادة ولات وملوكا دليله قوله تعالى وجعلكم ملوكا قلت وهذا أعم فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به ونجعلهم الوارثين لملك فرعون يريثون ملكه ويسكنون مساكن القبط وهذا معنى قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا قوله تعالى ونمكن لهم في الأرض أي نجعلهم مقتدرين على الأرض أهلها حتى يستولى عليها يعني أرض الشام ومصر ونري فرعون وهامان وجنودهما أي ونريد أن نري فرعون وقرأ الأعمى شوحية وحمز والكساء وخلف ويرى بلياء على أنه فعل ثلاث من رأى فرعون وهامان وجنودهما رفعا لأنه الفاعل الباقون نري بضم النون وكسر الرأى على أنه فعل رباعي من أرى يرى وهي على نسق الكلام لأن قبله ونريد وبعده ونمكن فرعون وهامان وجنودهما نصبا بوقوع الفعل وأجاز الفراء ويرى فرعون بضم الياء وكسر الرأى وفتح الياء بمعنى ويري الله فرعون منهم ما كانوا يحررون وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل منهم فأراهم الله ما كانوا يحررون قال قتاده كان حازيا لفرعون والحازي المنجم قال إنه سيولد في هذه السنة مولود يذهبوا بملكك وأمر فرعون بقتل الولدان في تلك السنة وقد تقدم لا تنسوا العجاب للعجاب والاشتراك في القناة ثانيا الآيات من سبعة إلى تسعة قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيت قد تقدم معنى الوحي ومحامله واختلف في هذا الوحي إلى أم موسى فقالت فرقة كان قولا في منامها وقال قتاده كان إلهاما وقالت فرقة كان بملك يمثل لها قال مقاتل أتاها جبريل بذلك فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور خرجه البخاري ومسلم وقد ذكرناه في سورة براءة هكذا يقول الإمام القرطبي في تفسيره وغير ذلك مما يروي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة وقد سلمت على عمران بن حسين فلم يكن بذلك نبيا واسمها أيرخى وقيل أيرخت فيما ذكر السهيلي وقال الثعلبي واسم أم موسى لوحى بن تهاند بن لاوي بن عقوب أن أرضعيه وقرأ عمر بن عبد العزيز أن أرضعيه بكسر النون وألف وصل حذف همزة أرضع تخفيفا ثم كسر النون لالتقاء الساكنين قال مجاهد وكان الوحي بالرضاع قبل الولادة وقال غيره بعدها قال السدي لما ولدت أم موسى موسى أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما في الآية لأن الخوف كان عقيب الولادة وقال ابن جريج أمرت بإرضعه أربعة أشهر في بستان فإذا خافت أن يصيح لأن لبنها لا يكفيه صنعت به هذا والأول أظهر إلا أن الآخر يعضضه قول الله عز وجل فإذا خفت عليه وإذا لما يستقبل من الزمان فيروى أنها اتخذت له تابوتا من برد وقيرته بالقار من داخله ووضعت فيه موسى وألقته في نيل مصر وقد مضى خبره في طاها وقال ابن عباس إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استقالوا على الناس وعملوا بالمعاصي فصلت الله عليهم القبط وساموهم سوء العذاب إلى أن نجهم الله على يد موسى قال وهب بلغني أن فرعون ذبح في طلب موسى سبعين ألف وليب ويقال تسعون ألفا ويروى أنها حين اقتربت وضربها الطلق وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالة بني إسرائيل مصافية لها فقالت لينفعني حبك اليوم فعالجتها فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه وارتعش كل مفصل منها ودخل حبه قلبها ثم قالت ما جئتك إلا لأقل مولودك وأخبر فرعون ولكني وجدت لابنك حبا ما وجدت مثله قد فحفظيه فلما خرجت جاء عيون فرعون فلفته في خرقه وضعته في تنور المسجور نارا لم تعلم ما تصنع لما طاش عقلها طلبوا فلم يلفوا شيئا فخرجوا وهي لا تدري مكانه فسمعت بكاءه من النور وقد جعل الله عليه النار بردا وسلاما قول الله عز وجل ولا تخافي فيه وجهان أحدهما لا تخافي عليه من الغرق قاله ابن زيد الثاني لا تخافي عليه الضيعة قاله يحيى ابن سلام ولا تحزني فيه أيضا وجهان أحدهما لا تحزني لفراقه قاله ابن زيد الثاني لا تحزني أن يقتل قاله يحيى ابن سلام فقيل إنها جعلته في تابوت أوله خمسة أجبار وعرضه خمسة أجبار وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته في اليم بعد أن أرضعته أربعة أشهر وقال آخرون ثلاثة أشهر وقال آخرون ثمانية أشهر في حكاية الكلبي وحكي أنه لما فرغ النجار من صنعه التابوت نم إلى فرعون بخبره فبعث معه من يأخذه فقمس الله عينيه وقلبه فلم يعرف الطريق فأيقن أنه المولود الذي يخاف منه فرعون فآمن من ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون ذكره الموردي وقال ابن عباس فلما تغار عنها ندمها الشيطان وقالت في نفسها لو ذبح عندي فكفنته وغاريته لكان أحب إلي من إلقائه في البحر فقال الله تعالى إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين أي إلى أهل مصر حكى الأصمعي قال سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول أستغفر الله لذنبي كله قبلت إنسانا بغير حله مثل الغزال ناعما في دله فانتصف الليل ولم أصله فقلت قاتلك الله ما أفصحك فقالت أو يعد هذا فصاحة مع قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارين قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى كونه لهم عدوا وحزنا فاللام فيه ليكون لام العاقبة ولام الصيرورة لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين فكان عاقب ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا فذكر الحال بالمآل كما قال الشاعر وللمناية ربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها وقال آخر فللموت تغضو الوالدة يتسخالها كما لخراب الدهر طبن المساكن أي فعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحا به والالتقاط وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة والعرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة التقته التقاطا ولقيت فلانا التقاطا قال الراجز ومن هل وردته التقاطا ومنه اللقطة وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة يوسف بما فيه كفاية وقرأ الأعمش ويحياء والمفضل وحمزة وكسائي وخلف وحزنا بضم الحاء وسكون أزاي والباقون بفتحها واختاره أبو بيد أبو حاتم قال التفخين فيه وهما لغتان مثل العدم والعدن والسقم والسقم والرشد والرجد إن فرعون وهامان وكان وزيره من القبط وجنودهما كانوا خاطئين أي عاصيين مشركين آثمين قوله تعالى وقالت مرأة فرعون قرأة عين لي ولك لا تقتلوه يروى أن آسية مرأة فرعون رأت التابوت عوم في البحر فأمرت بسوقه إليها وفتحه فرأت فيه صغيا صغيرا فرحمته وأحبته فقالت لفرعون قرة عين لي ولك أي هو قرة عين لي ولك فقرة خبر ابتداء مضمر قاله الكسائي وقال النحاس وفيه وجه آخر بعيد ذكره أبو إسحاق قال يكون رفعا بالابتداء والخبر لا تقتلوه وإنما بعد لأنه يصير المعنى أنه معروف بأنه قرة عين وجوازه أن يكون المعنى إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتلوه وقيل تم الكلام عند قوله ولك النحاس والدليل على هذا أن في قراءة عبد الله بن مسعود وقالت مرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك ويجوز النصب بمعنى لا تقتلوا قرة عين لي ولك وقالت لا تقتلوه ولم تقل لا تقتله فهي تخاطف فرعون كما يخاطب الجبارون وكما يخبرون عن أنفسهم وقيل قالت لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل عسى أن ينفعنا فنصيب منه خيرا أو نتخذه ولدا وكانت لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها وكان فرعون لما رأى الرؤية وقصها على كهنته وعلمائه على ما تقدم قالوا له إن غلاما من مني إسرائيل يفسد ملككا فأخذ مني إسرائيل بذبح الأطفال فرأى أنه يقطع نسلهم فعاد يذبح عاما ويستحي عاما فولد هارون في عام الاستحياء وولد موسى في عام الذبح قوله تعالى وهم لا يشعرون هذا اقتداء كلام من الله تعالى أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه وقيل هو من كلام المرأة أي وبنوا إسرائيل لا يدرون أن نلتقطناه ولا يشعرون إلا أنه ولدنا واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه مرأة فرعون قرّت أعيني لي ولك فقالت فرقة كان ذلك عند التقاطه التابوت لما أشعرت فرعون به ولما أعلمته سبق إلى فهمه أنه من بني إسرائيل وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح فقال علي بذبحين فقالت امرأته ما ذكر فقال فرعون أما لي فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرّت أعين له وقال السدي بل ربته حتى درج فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بني إسرائيل وأخذه في يده فمد موسى يده ونتف لحية فرعون فهم حين إذن بذبحه وحين إذن خاطوته بهذا وجربته له في الياقوت والجمرة فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقدم في طاها قال الفراء سمعت محمد ابن مرغان الذي يقال له السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال إنما قالت قرة عين لي ولك لا ثم قالت تقتلوه قال الفراء وهو لحن قال ابن الأنباري وإنما حكم عليه باللحن لأنه لو كان كذلك لكان تقتلونه بالنون لأن الفعل المستقبل مرفوح حتى يدقل عليه الناصب أو الجازم فالنون فيه علامة الرفع قال الفراء ويقويك على رده قراءة ابن مسعود وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك بتقديم لا تقتلوه لا تنسوا العجب والاشتراك في القناة ثالثا الآيات من عشر إلى أربع عشر قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتضى الضحاق وأبو عران الجوني وأبو عبيدة فارغا أي خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى وقال الحسن أيضا وابن إسحاق وابن زيد فارغا من الوحي إذ أوحي إليها حين أمرت أن تلقيه في البحر لا تخافي ولا تحزني والعهد الذي عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين فقال لها الشيطان يا أم موسى كرهتي أن يقل فرعون موسى فغربتيه أنت ثم بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها وقال أبو عبيدة فارغا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرب وقال الأخفش أيضا وقال العلا ابن زياد فارغا نافرا الكسائي ناسيا ذاهلا وقيل والها رواه سعيد ابن جبير ابن القاسم عن مالك هو ذهاب العقل والمعنى أنها حين سمعت بوقعه في يد فرعون فهرعق لها من فرط الجزع والدهش ونحوه قول الله عز وجل وأفئدتهم هواء أي جوف لا عقول لها كما تقدم في سورة إبراهيم وذلك أن القلوب مراكز العقول ألا أرى إلى قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها ويدل عليه قراءة من قرأ فزعا النحاس أصح هذه الأقوال الأول والذين قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل فإذا كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي وقول أبي عبيدة فارغا من الغم غلط قبيح لأن بعده إن كادت لتودي به لو لا أربطنا على قلبها روية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كادت تقول وابناه وقرأ فضال ابن عبيد الأنصري رضي الله عنه ومحمد ابن السميقع وأبو العالية وابن محيصن فزعا بالفاء والعين المهملة من الفزع أي خائف عليه أن يقتل ابن عباس قال قرعا بالقاف والرأ والعين المهملتين وهي راجعة إلى قراءة الجماعة فارغا وحكى قطرب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فارغا بالفاء والرأ والعين المعجمة من غير ألف وهو كقولك هدرا وباطلا يقال دماؤهم بينهم فرغ أي هدر والمعنى بطل قلبها وذهب وبقيت دا قلب لها من شدة ما ورد عليها وفي قوله تعالى وأصبح وجهان أحدهما أنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها في النهار فارغا الثاني أنها ألقته نهارا ومعنى أصبح أيصارا كما قال الشاعر مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد إن كادت أي أنها كادت فلما حرفت الكناية سكنت النون فهي إن المخففة ولذلك دخلت اللام في لتضي به أي لتظهر أمره من بدى يبدو إذا ظهر قال ابن عباس أي تصيح عند إلقائه وابنه السدي كادت تقول لما حملت لإرضاعه وحضانته هو ابني وقيل إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسى بن فرعون فشق عليها وضاق صدرها وكادت تقول هو ابني وقيل الهاء في به عائدة إلى الوحي تغديره إن كانت لتبدي بالوحي الذي أوحيناه إليها أن نرده عليها والأول أظهر قال ابن مسعود كادت تقول أنا أمه وقال الفراء إن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها لولا أن رغطنا على قلبها قال قتاده بالإيمان السدي بالعصمة وقيل بالصبر والربط على القلب إلهام الصبر لتكون من المؤمنين أي من المصدقين بعد الله حين قال لها إن راد إليك وقال لتبدي به ولم يقل لتبديه لأن حروف الصفات قد تزاد في الكلام تقول أخصت الحبل وبالحبل وقيل أي لتبدي القول به قوله تعالى وقالت لأخته قصيه أي قالت أم موسى لأخت موسى اتبعي أثره حتى تعلمي خبره واسمها مريم بنت عمران ووافق اسمها اسم مريم أم عيسى عليه السلام ذكره السهيلي والثعلبي وذكر الموردي عن الضحاق أن اسمها كالثمة وقال السهيلي كالثوم جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن مكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة وشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة فرعون فقالت آه الله أخبرك بهذا فقال نعم فقالت بالرفاء والبنين فبصرت به عن جنب أي بعد قال مجاهد منه الأجنبي قال الشاعر فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإن مرء وسط القباب غريب وأصله عن مكان جنب وقال ابن عباس عن جنب أي عن جانب وقرأ النعمان ابن سالم عن جانب أي عن ناحية وقيل عن شوق وحكى أبو عمر ابن العلاء أنها لغة لجرام يقولون جنبت إليك أي اشتقت وقيل عن جنب أي عن مجانبة لها منه فلم يعرفوا أنها أمه بسبيل وقال قتاده جعل التنظر إليه بناحية كأنها لا تريده وكان يقرأ عن جنب بفتح الجيم وإسكان النون وهم لا يشعرون أنه اختهوا لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد أخذوه قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أي منعناه من الارتضاع من قبل أي من قبل مجيء أمه وأخته والمراضع جمع مرضع ومن قال مرضع وهو جمع مرضع ومفعال يكون للتكثير ولا تدخل الهاء فيه فرقا بين المؤنه والمذكر لأنه ليس بجار على الفعل ولكن من قال مرضع جاء بالهاء للمبالغة كما يقال مطرابة قال ابن عباس لا يؤتى بمرضع فيقبلها وهذا تحريم منع لا تحريم شرع قال مرء القيس جالت لتصرعني فقلت لها خسري أني مرء صرعي عليك حرام أي ممتنع فلما رأت أخته وذلك قالت هل أدلكم على أهل بيت إن يكفلونه لكم الآية فقالوا لها عند قولها وهم له ناصحون وما يدريك لعلك تعرفين أهله فقالت لا ولكنهم يحرصون على مصر الملك ويرغبون في ظهره وقال السدي وابن جري قيل لها لما قالت وهم له ناصحون قد عرفتي أهل هذا الصدي فدلين عليهم فقالت أردت وهم للملك ناصحون فدلتهم على أم موسى فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بها والصبي على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع فدفعه إليها فلما فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها وقال ابن زيد استرابوها حين قالت ذلك فقالت وهم للملك ناصحون وقيل إنها لما قالت هل أدلكم على أهل بيت إن يكفلونه لكم وكانوا يبالغون في طلب مرضعه يقبلوا ثديها فقالوا من هي فقالت أمي فقيل لها لبن قالت نعم لبن هارون وكان ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان فقالوا صدقتي والله وهم له ناصحون أي فيهم شفقة ونصحة فروي أنه قيل أم موسى حين ارقضع منها كيف ارقضع منك ولم يرقضع من غيرك فقالت إن مرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتي صبيا إلا ارقضع مني قال أبو عمران الجوني وكان فرعون يعطي أم موسى كل يوم دينارا قال زمخشري فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها قلت ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع ولكنه مال حربي تأخذه على وجه الاستباحة قوله تعالى فرددناه إلى أمه أي رددناه وقد عطف الله قلب العدو عليه ووفينا لها بالوعد كي تقر عينها أي بولدها ولا تحزن أي بشراق ولدها ولتعلم أن وعد الله حق أي لتعلم قوعه فإنها كانت علمة بأن رده إليها سيكون ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون أي كانوا في غفلة عن التقدير وسر القضاء وقيل أي أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله في كل ما وعد حق قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما قد امضى الكلام في الأشد في الأنعام وقبل ربيع ومالك أنه الحلم أولى ما قيل فيه لقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ذلك أول الأشد وأخصاه أربع وثلاثون سنة وهو قول سفيان الثوري واستوى قال ابن عباس بلغ أربعين سنة والحكم الحكمة قبل النبوة وقيل الفقه في الدين وقد مضى بيانها في البقرة وغيرها والعلم الفهم في قول السدي وقيل النبوة وقال مجاهد الفقه محمد ابن إسحاق أي العلم بما في دينه ودين آبائه وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون به ويجتمعون إليه وكان هذا قبل النبوة وكذلك نجزي المحسنين أي كما جزينا أم موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر وصدقت بعد الله فرضدنا ولدها إليها بالتحف والقرف وهي آمنة ثم وهبنا له العقل والحكم والنبوة وكذلك نجزي كل محسن لا تنسوا الأعجاب والاشتراك في القناة رابعا الآيات من خمستاشر إلى تسعتاشر قول الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قيل لما عرف موسى عليه السلام ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم فرعون وهشى ذلك منه فأخافوه فخافهم فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفا مستغفيا وقال السدي كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون وكان يركب مراكبه حتى كان يدعى موسى ابن فرعون فركب فرعون يوما وصار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لها منف قال مقاتل على رأس فرسخين من مصر ثم علم موسى بركوب فرعون فركب بعده ولحق بتلك القرية في وقت القائلة وهو الغفلة قاله ابن عباس وقال أيضا هو بين العشاء والعتمة وقال ابن إسحاق بل المدينة مصر نفسها وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنام فدخل مدينة فرعون يوما على حين غفلة من أهلها قال سعيد ابن جبير وقتاده وقت الغهير والناس نيام وقال ابن زيد كان فرعون قد نابذ موسى وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين وجاء والناس على غفلة بنسيانهم لأمره وبعد عهدهم به وكان ذلك يوم عيد وقال الضحاق طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها فدخلها حين علم ذلك منهم كان منه من قتل الرجل من قبل أن يؤمر بقتله فاستغفر ربه فغفر له ويقال في الكلام دخلت المدينة حين غفل أهلها ولا يقال على حين غفل أهلها فدخل على في هذه الآية لأن الغفلة هي المقصودة فصار هذا كما تقول جئت على غفلة وإن شئت قلت جئت على حين غفلة وكذا الآية فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته والمعنى إذا نظر إليهم الناظر قال هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه أي من قوم فرعون فاستغفه الذي من شيعته أي طلب نصره وغوثه وكذا قال في الآية بعدها فإذا ليستنصره بالأمس يستصرخه أي يستغيث به على قطي آخر وإنما أغثه لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها على الأمم وفرض في جميع الشرائع قال قتادة أراد القطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا لمطبق فرعون فأبى عليه فاستغاث بموسى قال سعيد ابن جبير وكان خبازا لفرعون فوقزه موسى قال قتادة بعصاه وقال مجاهد بكفه أي دفعه والوكز واللكز واللهز واللهد بمعنى واحد وهو الضرب بجمع الكف مجموعا كعقدة ثلاثة وسبعين وقرأ ابن مسعود فلكزه وقيل اللكز في اللحاء والوكز على القلب وحكث على به أنه في مصحف عبد الله بن مسعود فنكزه بالنون والمعنى واحد وقال الجهاري عن أبي عبيدة اللكز الضرب بجمع على الصدر وقال أبو زيد في جميع الجسد واللهز الضرب بجمع اليد في الصدر مثل اللكز عن أبي عبيدة أيضا وقال أبو زيد هو بالجمع في الهازم والرقبة والرجل ملهز بكسر الميم وقال الإصماعي نكزه أي ضربه ودفعه الكسائي نهزه مثل نكزه وكزه أي ضربه ودفعه ولهده لهدا أي دفعه لذله أي دفعه لذله فهو ملهود وكذلك لهده قالت أرفه يا أم رجلا بطيء عن الداعي سريع إلى الخناء ذلول بإجماع الرجال ملهدي أي مدفع وإنما شدد للكثرة وقالت عائشة رضي الله عنها فلهدني تعني النبي صلى الله عليه وسلم لهده أوجعني خرجه مسلم ففعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله وإنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه وهو معنى فقضى عليه وكل شيء أتيت عليه وفارغت منه فقد قضيت عليه قال قضى عضه فقضى عليه الأشجع قال هذا من عمل الشيطان أي من إغوائه قال الحسن لم يكن يحل قتل الكافر يومئن في تلك الحال لأنها كانت حال كف عن القتال إنه عدو مضل مبين خبر بعد خبر قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له ندم موسى عليه السلام على ذلك الوجز الذي كان فيه ذهاب النفس فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه قال قتاده عرف والله المخرج فاستغفر ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه ما علمه بأنه قد غفر له حتى أنه في القيامة يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها وإنما عدده على نفسه ذنبا وقال غرمت نفسي فاغفر لي من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم قال النقاش لم يقتله عن عمد مريدا للقتل وإنما وكزه وكزه يريد بها دفع غرمه قال وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة وقال كعب كان إذاك ابن 12 سنة وكان قتله مع ذلك خطأ فإن الوكزه واللكزه في الغالب لا تقتل وروا مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم بعضكم يضربوا رقاب وعد وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون قطأ فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فيه مسألتان الأولى قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي أي من المعرفة والحكم والتوحيد فلن أكون ظهيرا للمجرمين أي عونا للكافرين قال القشيري ولم يقل بما أنعمت علي من المغفرة لأن هذا قبل الوحي وما كان عالما بأن الله غفر له ذلك القتل وقال الموردي بما أنعمت علي فيه وجهان أحدهما من المغفرة وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي قال المهدوي بما أنعمت علي من المغفرة فلم تعاقبني الوجه الثاني من الهداية قلت قوله فغفر له يدل على المغفرة والله أعلم قال الزمخشري قوله تعالى بما أنعمت علي يجوز أن يكون قاسما جوابه محذوف تقديره أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين وأن يكون استعطافا كأنه قال رب عصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إنعصمني ظهيرا للمجرمين وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثير سواده حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد وكان يسمى ابن فرعون وإما بمظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله وقيل أراد إني وإن أسأت في هذا القتل الذي لم أمر به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين فعلى هذا كان الإسرائيلي مؤمنا ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع وقيل في بعض الروايات إن ذلك الإسرائيلي كان كافرا وإنما قيل له إنه من شيعته لأنه كان إسرائيليا ولم يرد الموافقة على الدين فعلى هذا ندم لأنه أعان كافرا على كافر فقال لا أكون بعدها غهيرا للكافرين وقيل ليس هذا خبرا بل هو دعاء أي فلا أكون بعدها غهيرا أي فلا تجعلني يا رب غهيرا للمجرمين وقال الفراء المعنى اللهم فلن أكون غهيرا للمجرمين وزعم أن قوله هذا هو قول ابن عباس قال النحاس وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنصق الكلام كما يقال لا أعصيك لأنك أنعمت علي وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء لأن ابن عباس قال لم يستفن فالأولياء من ثاني يوم والاستثناء لا يكون في الدعاء لا يقال اللهم اغفر لي إن شئ وأعجب الأشياء أن الفراء روى عن ابن عباس هذا ثم حكى عنه قوله قلت قد مضى هذا المعنى ملخصا مبينا في سورة النمل وأنه خبر لا دعاء وعن ابن عباس لم يستخنف أبتلي به مرة أخرى يعني لم يقل فلن أكون إن شاء الله وهذا نحو قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا الثانية قال سلمة ابن نبيت بعثى عبد الرحمن ابن مسلم إلى الضحاب بعطاء أهل بخاري وقال اعطهم فقال اعفني فلم يزل يستع فيه حتى أعفى فقيل له ما عليك أن تعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئا وقال لا أحب أن أعين الظلم على شيء من أمرهم وقال عبيد الله بن الوليد والصفي قلت لعطاء ابن أبي رباح إن لي أخا يأخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدخل ويخرج وله عيال ولو ترك ذلك الاحتاج والدان فقال من الرأس قلت خالد ابن عبد الله القصري قال أما تقرأ ما قال العبد الصالح رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال ابن عباس فلم يستثنف أولي به ثانية فأعانه الله فلا يعينهم أخوك فإن الله يعينه قال عطاء فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا لغالمين وفي الحديث ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأجباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواه أو برى لهم قلما فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى به في جهنم ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تزحض فيه الأقدام وفي الحديث من مشى مع ظالم فقد أجرم فالمشي مع الظالم لا يكون جرما إلا إذا مشى معه ليعينه لأنه ارتكب نهي الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا قد تقدم في طاها وغيرها أن الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون ردا على من قال غير ذلك وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه فقيل أصبح خائفا من قتل النفس أن يؤخذ بها وقيل خائفا من قومه أن يسلموه وقيل خائفا من الله تعالى يترقب قال سعيد ابن جبير يلتفت من الخوف وقيل وقيل ينتظر الطلب وينتظر ما يتحدث به الناس وقال قتادة يترقب أي يترقب الطلب وقيل خرج يستقبل الخبر ولم يكن أحد علم بقتل القطي غير الإسرائيلي وأصبح يحتمل أن تكون بمعنى صار أي لما قتل صار خائفا ويحتمل أن يكون دخل في الصباح أي في صباح اليوم الذي يلي يومه وخائفا منصوب على أنه خبر أصبح وإن شئت على الحال ويكون الظرف في موضع الخبر فإذا الذي أنصره بالأمس يستصرخه أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس يقاتل قطيا آخر أراد أن يسخره والاستصراخ الاستغاثة وهو من الصراخ وذلك لأن المستغيس يصرخ ويصوط في طلب الغوث قال كنا إذا ماءت أنا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الزنابيب قيل كان هذا الإسرائيلي المستنصر السامري استسخره طباخ فرعون في حمل الحطب إلى المطبخ لقره القشيري والذي رفع بالابتداء يستصرخه في موضع الخبر ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال وأمس لليوم الذي قبل يومك وهو مبني على الكسر للالتقاء الساكنين فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع والفتح عند أكثر النحويين ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام وحكى سبويه وغيره أن من العرب من يجري أمس مجرى ما لا ينصر في موضع الرفع الخاصة وربما اضطر الشاعر ففعل هذا في الخفض والنصب قال الشاعر لقد رأيت عجباً والأمس فخفض بمع مضى واللغة الجيدة الرفع فأجر أمس في الخفض مجرى في الرفع على اللغة الثانية قال له موسى إنك لغوي مبين والغوي الخائب أي لأنك تشد من لا تطيقه وقيل مضل بين الضلالة قتلت بسببك أمس رجلاً وتدعوني اليوم لآخر والغوي فعيل من أغوى يغوي وهو بمعنى مغوين وهو كالوجيع والأليم بمعنى الموجع والمؤلم وقيل الغوي بمعنى الغاوي أي إنك لغوي في قتال من لا تطيق دفع شره عنك وقال الحسن إنما قال للقطي إنك لغوي مبين في استسخار هذا الإسرائيلي وهم أن يبطش به يقال بطش يبطش ويبطش والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى قال يا موسى أتريد أن تبطلني قال ابن جبير أراد موسى أن يبطش بالقطي فتوهم الإسرائيلي أنه يريده لأنه أغلظ له في القول فقال أتريد أن تبطلني كما قتلت نفسا بالأمس فسمع القطي الكلام فأفشاه وقيل أراد أن يبطش الإسرائيلي بالقطي فنهاه موسى فخاف منه فقال أتريد أن تبطلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد أي ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أي قتالا قال عكرمة والشعبي لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين بغير حق وما تريد أن تكون من المصلحين أي من الذين يصلحون بين الناس لا تنسوا الأعجاب والاشتراك في القناة خامسا الآيات من 20 إلى 22 قوله تعالى وجاء رجل قال أكثر أهل التفسير هذا الرجل هو حسقيل ابن صبورة مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعون ذكره الثعلبي وقيل طالوت ذكره السهيلي قال المهدوي عن قتاده شمعون مؤمن آل فرعون وقيل شمعان قال الدار قطني لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون وروي أن فرعون أمر بقتل موسى فسبق ذلك الرجل بالخبر فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أي يتشاورون في قتلك بالقطي الذي قتلته بالأمس وقيل يأمر بعضهم بعضا قال الأزهري ائتمر القوم وتأمروا أي أمر بعضهم بعضا نظيره قوله عز وجل وأتمروا بينكم بمعروف وقال النمر ابن أولب أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادثة يؤمر فاخرب إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب ينتظر الطلب قال رب نجيني من القوم الظالمين وقيل الجبار الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن وقيل المتعظم الذي لا يتواضع الأمر الله تعالى قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل لما خرج موسى عليه السلام فارا بنفسه منفردا خائفا لا شيء معه من زاد ولا راحل ولا حذاء نحو مدين للنسب الذي بينه وبينهم لأن مدين من ولد إبراهيم وموسى من ولد عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق وخلوه من زاد وغيره أسند أمره إلى الله تعالى بقوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وهذه حالة المطر قلت روي أنه كان يتقوت ورق الشجر وما وصل حتى سقط خف قدميه قال أبو مالك وكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم اطلبوه في ثنيات الطريق فجاءه ملك راكبا فرسا ومعه عنزا فقال لموسى اتبعني فاتبعه فهداه إلى الطريق فيقال إنه أعطاه العنزة فكانت عصاه ويروى أن عصاه إنما أخذها لرعي الغنم من مدين وهو أكثر وأصح قال مقاتل والسدي إن الله بعث إليه جبريل فالله أعلم وبين مدين ومصر ثمانية أيام قاله ابن جبير والناس وكان ملك مدين لغير فرعون لا تنسوا الاعجاب بالنسبة والاشتراك في القناة سادسا الآيات من 23 إلى 28 وفيها 23 مسألة المسألة رقم واحد قوله تعالى ولما ورد ماء مدين مشى موسى عليه السلام حتى ورد ماء مدين أي بلغها وورود الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه ولفظة الورود قد تكون بمعنى الدخول في المورود وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل فيه فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه ومنه قول زهير فلما وردنا الماء ذرقا جمامة وضعنا عصي الحاضر المتخيم وقد تقدمت هذه المعاني في قوله وإن منكم إلا وردها ومديا لا تنصرف إذ هي بلدة معروفة قال الشاعر رهبان مدين لو رأوك تنزلوا والعصم من شعف الجبال الفادري وقيل قبيلة من ولد مدين ابن إبراهيم وقد مضى القول فيه في الأعراف والأمة الجمع الكثير ويسقون معناه ما شيئتهم ومن دونهم معناه ناحية إلى الجهة التي جاء منها فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمة ووجدهما تذودان ومعناه تمنعان وتحبسان ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ذادن رجال عن حوضي وفي بعض المصاحف امرأتين حبيستين تذودان يقال ذاد يذود إذا حبس وزدت الشيء حبسته قال الشاعر أبيت على القواف كأنما أزود بها سربا من الوحوش نزع أي أحبسه وأمنع وقيل تذودان تطردان قال لقد سلبت أعصاك بني تميم فما تدري بأي عصا ترود أي تطرد وتكف وتمنع ابن سلام تمنعان غنمهما لألا تختلط بغنم الناس فحرف المفعول إما إهاما على المخاطب وإما استغناء بعلمه قال ابن عباس تذودان غنمهما عن الماء خوفا من السقاط الأقوياء قتاده تذودان الناس عن غنمهما قال النحاس والأول أولى لأن بعده قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء ولو كانت تذودان عن غنمهما الناس لم تخبر عن سبب تأخير سقيهما حتى يصدر الرعاء فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما قال ما خبكما أي شأنكما قال رؤبه يا عجبا ما خبه وخب ابن عطية وكان استعمال السؤال بالخب إنما هو في مصاب أو مضطهد أو من يشق عليه أو يأتي بمنكر في الأمر فكأنه بالجملة في شر فأخبرتها بخبرهما وأن أباهما شيخ كبير فالمعنى لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمه وأنهما لضعفهما وقل الطاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء وأن عادتهما التأني حتى يصدر الناس عن الماء ويخلي وحينئذ تردان وقرأ ابن عامر وأبو عمر يصدر من صدر وهو ضد ورد أي يرجع الرعاء والباقون يصدر بضم الياء من أصدر أي حتى يصدروا مواشيهم من وردهم والرعاء جمع راع مثل تاجر وتجار وصاحب وصحاب قالت فرقة كانت الآبار مكشوفة وكان زحم الناس يمنعهما فلما أراد موسى أن يسقي لهما زحم الناس وغلبهم على الماء حتى سقى فعن هذا الغلب الذي كان منه وصفته إحداهما بالقوة وقالت فرقة إنهما كانتا تتبعان فضالتهم في الصهريج فإن وجدتا في الحوض بقية كان ذلك سقيهما وإن لم يكن فيه بقيت أعطشا غنمهما فرق لهما موسى فعمد إلى بئر كانت مغطاه والناس يسقون من غيرها وكان حجرها لا يرفعه إلا سبعة قال ابن زيد ابن جريج عشرة ابن عباس ثلاثون الزجاج أربعون فرفعه وسقى للمرأتين عن رفع السخرة وصفته بالقوة وقيل إن بئرهم كان واحدة وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السقاء إذا كانت عادت المرأتين شرب الفضلات روا عمر ابن ميمون عن عمر ابن الخطاب أنه قال لما استقر رعاة غطوا على البئر سخرة لا يقلعها إلا عشر طجال فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذنوبا واحدا لم تحتج إلى غيره فسقى لهما الثانية إن قيل كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب صلى الله عليه وسلم أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية قيل له ليس ذلك بمحظور والدين لا يأباه وأما المرؤة فالناس مختلفون في ذلك والعادة متباينة فيه وأحوال العرف فيه خلاف أحوال العجم ومذهب أهل البدو غير مذهب الحضر خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة الثالثة قوله تعالى ثم تولى إلى ظل أي ظل سمرة وقيل السمرة شجرة صغيرة الورق قصيرة الشوك لها برما صفراء يأكلها الناس قاله ابن مسعود وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير وكان لم يضب طعاما سبعة أيام وقد لسق بطنه بغهره فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال هكذا روى جميع المفسرين أنه اطلب في هذا الكلام ما يأكله فالخير يكون بمعنى الطعام في هذه الآية ويكون بمعنى المال كما قال تعالى إن أرك خيرا وقال الله عز وجل إنه لحب الخير لشديد ويكون بمعنى القوة كما قال هم خير أم قوم تبع ويكون بمعنى العبادة كقوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات قال ابن عباس وكان قد بلغ به الجوع واخضر لونه من أكل البقل في بطنه وإنه لأكرم الخلق على الله ويروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدميه وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله وقال أبو بكر ابن الطهر في قوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقير إلى أن تبنيني بك عن من سواك قلت ما ذكره أهل التفسير أولى فإن الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب الرابعة قوله تعالى فجاء فجاء إحدى إحدى تمشي على استحياء في هذا الكلام اختصار يدل عليه هذا ظاهر قدره ابن إسحاق فذهبت إلى أبيهما سريعتين وكانت عادت هما الإبطاء في السقي فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سق لهما فأمر الكبرى من بنتيه وقيل الصغرى أن تدعوه له فجاءت على ما في هذه الآية قال عمر ابن ميمون ولم تكن سلفعا من النساء خراجة واللاجة والسلفع من النساء الجريئة على الرجال وما أكثرها في هذا الزمان وقيل جاءته ساترة وجهها بكم درعها قاله عمر ابن الخطاب وروي النسم أحده مالية والأخرى صفورية ابنتا يثرون ويثرون هو شعيب عليه السلام وقيل ابن أخي شعيب وأن شعيبا كان قد مات وأكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام وهو ظاهر القرآن لكن الحق أن المفسرين لم يتفقوا على اسم هذا الرجل الصالح وإنما اختلفوا على أقوال أحدهما أنه شعيب أنه شعيب الرسول عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين الثاني أنه كان ابن أخي شعيب الثالث أنه كان رجلا مؤمنا من قوم شعيب والذي يرجح أنه ليس شعيبا الرسول وأنه عليه السلام كان قبل زمان موسى عليه السلام بمدة قويلة لأنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد وقد كان هلاق قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن الكريم ومعلوم أن المدة التي بين الخليل وموسى عليهما السلام تزيد على أربعمائة سنة وما قيل إن شعيبا عاش مدة قويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لو شك أن ينص على اسمه فالقرآن الكريم ها هنا وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح الذكري في قصة موسى عليه السلام لم يصلح إسناده قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا كذا في صورة الأعراف وفي صورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب قال قتاده بعث الله تعالى شعيبا إلى أصحاب الأيكة وأصحاب مدين وقد مضى في الأعراف الخلاف في اسم أبيه فروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعها وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال فهبت ريح فضمت قميصها فوصفت عجيزتها فتحرج موسى من النظر إليها فقال ارجعي خلفي وارشديني إلى الطريق لصوتك وقيل أن موسى قال ابتداء كوني ورائي فإني رجل عبراني لا أنظر في أدبار النساء ودليني على الطريق يمينا أو يسارا فذلك سبب وصفها له بالأمانة قاله ابن عباس فوصل موسى إلى داعيه وقصر عليه أمره من أوله إلى آخره فآنسه بقوله لا تخف نجوت من القوم الظالمين وكانت مديا خارج عن مملكة فرعون وقرب إليه طعاما فقال موسى لا آكل إن أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا فقال شعيب ليس هذا عوض السقي ولكن عادته وعادت آبائي قري الضيف وإطعام الطعام فحين إذن أكل موسى الخامسة قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة وكذلك كانت في كل ملة وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس خلافا للأصم حين كان عن سماعها أصم السادسة قوله تعالى إني أريد أن أنكحك الآية فيه عرض الولي بنته على الرجل وهذه صنة قائمة عرض صالح مديا ابنته على صالح بني إسرائيل وعرض عمر بن خطار ابنته حفص على أبي بكر وعثمان وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فمن الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح قال ابن عمر لما تأيمت حفص قال عمر العثمان إن شئت أنكحك حفص بن عمر الحديث انفرض بإخراجه البخاري السابعة وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه لأن صالح مديا تولاه وبه قال فقهاء الأمصار وخالف في ذلك أبو حنيف وقد مضى الثامنة هذه الآية تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئمار وبه قال مالك واحتج بهذه الآية وهو ظاهر قوي في الباب واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعول على الإسرائيليات كما تقدم وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء وقال أبو حنيفة إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها لأنها بلغت حد التكليف فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا رضا بغير خلاف التاسعة استدل أصحاب الشافعي بقوله إني أريد أن أنكحك على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد ودوود ومالك على اختلاف عنه وقال علماؤنا في المشهور ينعقد النكاح بكل لفظ وقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد أما الشافعية فلا حجت لهم في الآية لأنه شرع من قبلنا وهم لا يرونه حج في شيء في المشهور عندهم وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن ابن حي فقالوا ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية قالوا والذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم تعري البضع من العوض للنكاح بلفظ الهبة وتابعهم ابن القاس فقال إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا وهو عندي جائز كالبيع قال أبو عمر الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة كما لا ينعقد بلفظ النكاح حبت شيء من الأموال وأيضا فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه وهو ضد الطلاق فكيف يقاس عليه وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله أبحت لك وأحللت لك فكذلك الهبة وقال صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله يعني القرآن وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة وإنما فيه التزويج والنكاح وفيه إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم العاشرة قوله تعالى إحدى ابنتيها تيني يدل على أنه عرض لعقد لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له لأن العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذ قال بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح لأنه خيار وشيء من الخيار لا يلسق بالنكاح الحادية عشر قال مكي في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد وجعل المهر إيجارة ودخل ولم ينقض شيئا قلت فهذه أربع مسائل تضمنتها المسألة الحادية عشر رقم واحد من الأربع مسائل التعيين قال علماؤنا أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة وإنما عرض الأمر مجملا وعين بعد ذلك وقد قيل إن زوجه صفوريا وهي الصغرى يروى عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إن الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع أنه يميل إليها لأنه رآها في رسالته وما شاه في إقباله إلى أبيها معها فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو يضمر غيره وقيل غير هذا والله أعلم وفي بعض الأخبار أنه تزوج بالكبرى حكاه القشيري رقم 2 وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقضي إسقاطه بل هو مسكوت عنه فإما رسماه وإلا فهو من أول وقت العقد الثالثة وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية وهو أمر قد قرره شرعنا وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن رواه الأئمة وفي بعض طريقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن فقال سورة البقرة والتي تليها قال فعلمها عشرين آية وهي امرأتك واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال فكرهه مالك ومنعه ابن القاسم وأجازه ابن حبيب وهو قول الشافعي أصحابه قالوا يجوز أن تكون منفعة الحر صداقا كالخياطة والبناء وتعليم القرآن وقال أبو حنيفة لا يصحه وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة أو يسكنها داره سنة لأن العبد والدار مال وليس خدمتها بنفسه مالا وقال أبو الحسن الكرخي إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز لقوله تعالى فآتوا هن أجورهن وقال أبو بكر الرازي لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقت وعقد النكاح مؤبد فهما متنافيان وقال ابن القاسم ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده وقال إصبغ إن نقد معه شيئا ففيه اختلاف وإن لم ينقض فهو أشد فإن ترك مضى على كل حال بدليل قصة شعيب قال مالك وابن المواز أشهب وعول على هذه الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة قال ابن خويز من داد تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة والعقد صحيح ويكره أن تجعل الإجارة مهرا وينبغي أن يكون المهر مالا كما قال عز وجل أنت بتأغو بأموالكم محصنين هذا قول أصحابنا جميعا الرابعة وأما قوله ودخل ولم ينقض فقد اختلف الناس في هذا هل دخل حين عقد أم حين سافر فإن كان حين عقد فماذا نقض وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقض ولو ربع دينارا قال ابن القاسم فإن دخل قبل أن ينقض مضى لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب على أنه إن الصداق رعية الغنم فقد نقض الشروع في الخدمة وإن كان دخل حين سافر فقول الانتظار في النكاح جائز وإن كان مدى العمر بغير شرط وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا أن يكون الغرض صحيحا مثل التأهب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة نص عليه علماؤنا المسألة الثانية عشرة في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال الأول قال في ثمانية أبي زيد يكره ابتداء فإن وقع مضى الثاني قال مالك وابن القاسم في المشهور لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة الثالث أجازه أشهب وأصبح قال ابن العربي وهذا هو الصحيح وعليه تدل الآية وقد قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع فأي فرق بين إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح فرع وإن أصدقها تعليم شعر مباح صح قال المزني وذلك مثل قول الشاعر يقول العبد فائدة ومالي وتقوى الله أفضل مستفادة وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كان كما لو كان أصدقها خمرا أو خنزيرا المسألة الثلاثة عشر قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج أرى ذكر الخدمة مطلقا وقال مالك إنه جائز ويحمل على العرف فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة وهو ظاهر قصة موسى فإنه ذكر إجارة مطلقة وقال أبو حنيفة والشفعي لا يجوز حتى يسمى لأنه مجهول وقد ترجم البخاري باب من استأجر أجيرا فيبين له الأجل ويبين له العمل لقوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج قال المهلب ليس كما ترجم لأن العمل عندهم كان معلوما من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال البادية في مهنة أهلها فهذا متعارف وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقادرها مثل أن يقول له إنك تحرث كذا في السنة وترعى كذا في السنة فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية وإنما الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة والعمل مجهول غير معهود لا يجوز حتى يعلم قال ابن العربي وقد ذكر أهل التفسير أنه عين له رعية الغنم ولم يروى من طريق صحيحة ولكن قالوا إن صالح مديا لم يكن له عمل إلا رعية الغنم فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين للخدمة فيه المسألة الرابعة عشرة أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة بأجرة معلومة لرعاية الغنم معدودة فإن كانت معدودة معينة ففيها تفصيل العلمائنا قال ابن القاسم لا يجوز حتى يشترط الخلف إذا ماتت وهي رواية ضعيفة جدا وقد استأجر صالح مديا موسى على غنمه وقد رآها ولم يشترط خلفا وإن كانت مطلقة غير مسماه ولا معينة جازت عند علمائنا وقال أبو حنيفة والشافعي لا تجوز لجهالتها وعول علماؤنا على العرف حسب ما ذكرناه آنفا وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قوته وزاد بعض علماؤنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته وهو صحيح فإن صالح مديا علم قدرة قوة موسى برفع الحجر المسألة الخامسة عشر قال مالك وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو صرق لأنه أمين كالوكيل وقد ترجم البخاري باب إذا أبصر الراعي أو الوكيد شاتا تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يقاف الفساد وساق حديث كعب بن مالك عن أبيها أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع والسلع جبل بسوق المدينة وقال الأزهري موضع بقرب المدينة هو أيضا حصن بوادي موسى عليه السلام فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمره بأكلها قال عبد الله فيعجبني أنها أمه وأنها ذبحت قال المهلب فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل فيما أتمنى عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيانة والكذب وهذا قول مالك وجماعة وقال ابن القاسم إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة وقال غيره يضمن حتى يبين ما قال المسألة السادسة عشرة اختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت فقال ابن القاسم لا ضمان عليه لأن الإنزاء من إصلاح المال ونمائه وقال أشهب عليه الضمان وقال ابن القاسم أشبه بدليل حديث كعب وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه باكتهاده إن كان من أهل الصلاح وممن يعلم إشفاقه على المال وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتا لما عرف من فسقه المسألة السابعة عشرة لم ينقل ما كانت أجرت موسى عليه السلام ولكن روى يحيى بن سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلة توضع خلاف لون أمها فأوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك بينهن يلدن خلاف شباههن كلهن وقال غير يحيى بل جعل له كل بلقاء تولد له فأولدن له كلهن بلقا وذكر القشاري أن شعيبا لما استأجر موسى قال له أدخل بيت كذا وخذ عصا من العصف التي في البيت فأخرج موسى عصا وكان أخرجها آدم من الجنة وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب فأمره شعيب أن يلقيها في البيت ويأخذ عصا أخرى فدخل وأخرج تلك العصا وكذلك سبع مرات كل ذلك لا تقع بيده غير تلك فعلم شعيب أن له شأنا فلما أصبح قال له سق الأغنام إلى مفرق الطريق فخذ عن يمينك وليس بها عجبا كثيرا ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عجب كثير وتنين كبيرا لا يقبل المواشي فساق المواشي إلى مفرق الطريق فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطها فنام موسى وخرج التنين فقامت العصا وصارت شعبتها حديدا وحاربت التنين حتى قتلته وعادت إلى موسى عليه السلام فلما انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم والتنين مقتولا فعاد إلى شعيب عشاء وكان شعيب ضريرا فمس الأغنام فإذا أصر الخصب باد عليها فسأله عن القصة فأخبره بها ففرح شعيب وقال كل ما تلد هذه المواشي هذه السنة قالب لون أي لونين فهو لك فجاءت جميع السخال تلك السنة ذات لونين فعلم شعيب أن لموسى عند الله مكانه روى عيين بن حصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجرى موسى نفسه بشبع بطنه وعفت فرجه فقال له شعيب لك منها يعني من نتاج غنمه ما جاءت به قالب لون ليس فيها عزوز ولا فشوش ولا كموش ولا ضبوب ولا ثغول قال الهروي العزوز البكيئة مأخوذ من العزاز وهي الأرض الصلبة وقد تعززت الشات والفشوش التي ينفش لبنها من غير حلب وذلك لساعة الإحليل ومثله الفتوح والثرور ومن أمثالهم لأفشنك فش الوطب أي لأخرجن غضبك وكبارك من رأسك ويقال فش السقاء إذا أخرج منه الريح ومنه الحديث إن الشيطان يفش بين اليتي أحدكم حتى يخيل إليه أنه أحد أي ينفخ نفخا ضعيفا والكموش الصغيرة الضرع وهي الكميش أيضا سميت بذلك لانكمال ضرعها وهو تقلصه ومنه قال رجل كبيش الإزار والكشود مثل الكموش والضبوب الديقة ثقب الإحليل والضب الحلب بشدة العصر والثعول الشات التي لها زيادة حلمة ويثعل والثعل زيادة السن وتلك الزيادة هي الرؤول ورجل أثعل والثعل ضيق مخرج اللبن قال الهروي وتفسير قال بلون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها الثامنة عشرة الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز فإن ولادة الغنم غير معلومة وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعا وعدتها وسلام اتسخالها كديار مصر وغيرها بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن المضامين والملاقيح والمضامين ما في بطون الإناث والملاقيح ما في أصلاب الفحول وعلى خلال ذلك قال الشاعر قال الشاعر ملقوحة في بطن ناب حامل وقد امضى في صورة الحجر بيانه على أن راشد ابن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع وقال ابن سرين وعطاء ينسج الثوب بنصيب منه وبه قال أحمد المسألة التاسعة عشرة الكفاءة في النكاح معتبره واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك والصحيح جواد نكاح الموالي للعربيات والقرشيات لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد جاء موسى إلى صالح مديا غريبا طريضا خائفا وحيدا جائعا عريانا فأنكح ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك وقد تقدمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله الموفية عشرين قال بعضهم هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكرا لصداق المرأة وإنما كان اشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعراب فإنها تشترط صداق بناتها وتقول لي كذا في خاصة نفسي وترك المهر مفوضا ونكاح التفويد جائز قال ابن العربي هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر وهو حرام لا يليق بالأنبياء فأما إذا اشترط الولي شيئا لنفسه فقد اختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين أحدهما أنه جائز والآخر لا يجوز والذي يصح عندي التقسيم فإن المرأة لا تقلو أن تكون بكرا أو ثيبا فإن كانت ثيبا جاز لأن نكاحها بيدها وإنما يكون للولي مباشرة العقد ولا ينتنع العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع وإن كانت بكرا كان العقد بيده وكأنه عوض في النكاح لغير الزوج وذلك باطل فإن وقع فسخاء قبل البناء وثبت بعده على مشهور الرواية والحمد لله الحادية والعشرون لما ذكر الشرط وأعقبه بالتطوع فالعشر خرج كل واحد منهما على حكمه ولم يلحق الآخر بالأول ولا اشترط الفرض والطوع ولذلك يكتب في العقود الشروط المتفق عليها ثم يقال وتطوع بكذا فيجر الشرط على سبيله والطوع على حكمه وانفصل الواجب من التطوع وقيل ومن لفظ شعيب حسن في لفظ العقود في النكاح أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما يأتي بيانه في الأحزاب وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطا ووكل العاشرة إلى المرؤة المسألة الثانية والعشرون قوله تعالى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي لما فرغ كلام شعيب قرره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة التوثق في أن الشرط إنما وقع في ثمان حجج وأيما استفهام منصوب بقضيته والأجلين مخفوض بإضافة أي إليهما وما صلة للتأكيد وفيه معنى الشرط وجوابه فلا عدوان وأن عدوان منصوب بلا وقال ابن كيسان ما في موضع خفض بإضافة أي إليها وهي نكرة والأجلين بدل منها وكذلك في قوله فبما رحمة من الله أي رحمة بدل من ما قال مكي وكان يطلطف فيه ألا يجعل شيئا زائدا في القرآن ويخرج له وجها مخرجه من الزيادة وقرأ الحسن أيما بسكون الياء وقرأ ابن مسعود أي الأجلين ما قضيته وقرأ الجمهور عدوان بضم العين وأبو حيا بكسرها والمعنى لا تبعة علي ولا طلب في الزيادة عليه والعدوان التجاوز في غير الواجب والحجج السنون قال الشاعر لمن الديار بقنه الحجر أخوين من حجج ومن دهري الواحدة حجة بكسر الحاء والله على ما نقول وكيل قيل هو من قول موسى وقيل هو من قول والد المرأة فاتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يشهد أحدا من الخلق وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح وهذه هي المسألة الثالثة والعشرون المسألة الثالثة والعشرون على قولين أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك إنه ينعقد دون شهود لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه الإشهاد وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف وقد مضت هذه المسألة في البقرة مستوفاه وفي البخاري عن أبي هريرة أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال إيتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا فقال إيتني بكفيل فقال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه وذكر الحديث لا تنسوا الاعجابة بالعمل والاشتراك في القناة سابعا الآية رقم 29 فيه ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل قال سعيد ابن جبير سألني رجل من النصارى أي الأجلين قضى موسى فقلت لا أدري حتى أقدمه على حبر العرب فأسأله يعني ابن عباس فقدمت عليه فسألته فقال قضى أكملهما وأوفاهما فأعلمت النصراني فقال صدق والله هذا العالم وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل في ذلك جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين وحكى الطباري عن مجاهد أنه قضى عشرا وعشر بعدها رأوه الحكم ابن أبان عنها كرم ابن عباس قال ابن عطية وهذا ضعيف الثانية قوله تعالى وصار بأهله قيل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء لما له عليها من فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمرا فالمؤمنين عند شروطهم وحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج الثالثة قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا الآية تقدم القول في ذلك في سورة الله والجذوة بكسر الجيم قراءة العامة وضمها حمزة ويحيا وفتحها عاصم السلمي وزر بن حبيش قال الجهوري الجذوة والجذوة والجذوة الجمرة الملتهبة والجمع جذن وجذاه وجذن قال مجاهد في قوله تعالى أو جذوة من النار أي قطعة من الجمر قال وهي بلغة جميع العرب وقال أبو عبيدة والجذوة مثل الجذمة وهي القطعة الغريضة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن قال ابن مقيل باتت حواقب ليلة يلتمسن لها جذل الجذى غير خوار ولا دعر وقيل وألقي على قيس من النار جذوة شديدا عليها حميها ولهيبها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالنسبة والاشتراك في القناة ثامنا الآية رقم 30 قوله تعالى فلما أتاها يعني الشجرة قدم ضميرها عليها نودي من شاطئ الوادي من الأولى والثانية لابتداء الغاية أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة ومن الشجرة بدل من قوله من شاطئ الوادي بدل الاجتمال لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ وشاطئ الوادي وشطه جانبه والجمع شطان وشواطئ ذكره القشيري وقال الجهري ويقال شاطئ الأودية ولا يجمع وشطات الرجل إذا مشيت على شاطئ ومشاه على شاطئ آخر الأيمن أي عن يمين موسى وقيل عن يمين الجبل في البقعة المباركة وقرأ الأشهب العقيلي في البقعة بفتح الباء وقولهم بقاع يدل على بقعة كما يقال جفنة وجفان ومن قال بقعة قال بقعة مثل غرفة وغرف من الشجرة أي من ناحية الشجرة قيل كانت شجرة العليق وقيل سمورة وقيل عوسج ومنها كانت عصاه ذكره الزمخشري وقيل وناب والعوسج إذا عظم يقال له الغرقد وفي الحديث إنه من شجر اليهود فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع الدجال فلا يختفي أحد منهم خلف شجرة إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق خرجه مسلم قال المهدوي وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء ولا يجوز أن ينصف الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات المخلوقين قال أبو المعالي وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من كلمه تعالى وخصه بالرب العليا والغاية والقصوى فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه وتعالى منزها عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث ولا مثل له سبحانه في ذاته وصفاته وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى عليه السلام وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه قال الأستاذ أبو صحاق اتفق أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك به كلامه كان اختصاصه في سماعه وأنه قادر على مثله في جميع خلقه واختلفوا في نبينا عليه السلام هل سمع ليلة الإسراء كلام الله وهل سمع جبريل كلامه على قولين وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود واتفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه وقال عبد الله ابن سعد ابن كلام إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات إن مخلوقة أذبتها الله تعالى في بعض الأجسام قال أبو المعالي وهذا مردود بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة ولو لم يقل ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاص بتكريم الله إياه والرب تعالى أسمعه كلامه العزيز وخلق له علما ضروري حتى علم أن ما سمعه كلام الله وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب العالمين وقد ورد في الأقاسيس أن موسى عليه السلام قال سمعت كلام ربي بجميع جوارحي ولم أسمعه من جهة واحدة من جهاتي وقد مضى هذا المعنى في البقرة مستوفي أن يا موسى أن في موضع نصب بحث حرف الجر أي بأن يا موسى إني أنا الله رب العالمين نفي لربوبيد غيره سبحانه وتعالى وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل لا من رسوله لأنه لا يصير رسولا إلا بعد أمره بالرسالة والأمر بها إنما كان بعد هذا الكلام تاسعا الآية رقم ثلاثين قوله تعالى وأن ألقي عصاك عطف على أن يا موسى وتقدم الكلام في هذا في النمل وطاها ومدبرا نصب على الحال وكذلك موضع قوله ولم يعقب نصب على الحال أيضا يا موسى أقبل ولا تخف قال وهب قيل له يرجع إلى حيث كنت فرجع فلف دراعته على يده فقال له الملك أرأيت إن أراد الله أن يصيبك بما تحاذر أينفعك لف يدك قال لا ولكني ضعيف خلقت من ضعف وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا إنك من الآمنين أي مما تحاذر والضرع والمدرع نوع من الثياب التي تلبس وقيل جبة مشقوق المقدم عاشرا الآيات من 32 إلى 35 قوله تعالى أسلك يدك في جيبك الآية تقدم القول فيه وضمم إليك جناحك من الرهب من متعلقة بولا أي ولا مدبرا من الرهب وقرأ حفص السلامي وعيسى بن عمر بن إسحاق من الرهب بفتح الراء وإسكان الهاء وقرأ ابن عامر والكفيون إلا حفص بضم الراء وغزم الهاء الباقون بفتح الراء والهاء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى ويدعون رغبا ورهبا وكلها لغات وهو بمعنى الخوف والمعنى إذا هالك أمر يدك وشعاعها فأدخلها في جيبك وارددها إليه تعود كما كانت وقيل أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية عن مجاهد وغيره ورواه الضحاق عن ابن عباس قال فقال ابن عباس ليس من أحد يدخله رعب فضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ويحكى عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أن كاتبا كان يكتب بين يديه فانفلت منه فلتت ريح فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرض فقال له عمر خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي وقيل المعنى اضمم يدك إلى صدرك ليذهب الله ما في صدرك من الخوف وكان موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من الثعبان وضم الجناح وهو سكون كقوله تعالى واخفض لهما جناح الظل من الرحمة يريد الرفق وكذلك قول الله عز وجل اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي ارفق بهم وقال الفراء أراد بالجناح عصاه وقال بعض أهل المعاني الرهب الكم بلغة حمير وبني حنيفة قال مقاتل سألتني أعرابي شيئا وأنا آكل فملأت الكفة ومأت إليها فقالت ها هنا في رهبي تريد في كمي وقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول آخر أعطيني رهبك فسألته عن الرهب فقال الكم فعلى هذا يكون معناه أضمم إليك يدك وأخرجها من الكم لأنه تناول العصى ويده في كمه وقوله أسلك يدك في جيبك يدل على أنها اليد يمنى لأن الجيب على اليسار لكره القشيري قلت وما فسروه من ضم اليد إلى الصدر يدل على أن الجيب موضعه الصدر وقد مضى في سورة النور بيانه الزمخشري ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حمير وأنهم يقولون أعطني ما في رهبك وليت شعري كيف صحته في اللغة وهل سمع من الإثبات الثقات الذين تأرضي عربيتهم ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل على أن موسى صلى الله عليه وسلمه أه كان عليه ليلة المناجات إلا زرمنيقه منصوف لها كمين لها قال القشيري والزرمنيقه جب منصوف وهي عجمية معربة قال القشيري وقوله وضمم إليك جناحك يريد اليدين إن قلنا أراد الأمن من فزع الثعبان وقيل وضمم إليك جناحك أي شمر واستعد لتحمل أعباء الرسالة قلت فعلى هذا قيل إنك من الآمنين أي من المرسلين لقوله تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون قال ابن بحر فصار على هذا التأويل رسولا بهذا القول وقيل إنما صار رسولا بقوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه والبرهانان اليد والعصى وقال ابن كثير بتجديد النون وخففها الباقون وروا أبو عمار عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير فذلك بالتجديد والياء عن أبي عمر أيضا قال لغة وليل فذلك بالتخفيف والياء ولغة قريش فذلك كما قرأ أبو عمر وابن كثير وفي تعليله خمسة أقوال قيل شدد النون عوضا من الألف الساقطة في ذلك الذي هو تثني إذا المرفوع وهو رفع الابتداء والإذا محذوفة لدخول ألف التثني عليها ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين لأن أصله فذلك فحرف الألف الأولى عوضا من النون الشديد وقيل التجديد للتأكيد كما أدخل اللام في ذلك مكي وقيل إن من شدد إنما بناه على لغة من قال في الواحد ذلك فلما بنا أثبت اللام بعد نون التثنية ثم أضغم اللام في النون على حكم إضغام الثاني في الأول والأصل أن يضغم الأول أبدا في الثاني إلا أن يمنع ذلك علة فيضغم الثاني في الأول والعلة التي منعت في هذا أن يضغم الأول في الثاني أنه لو فعل ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية اللام مشددة فهتغير لفظ التثنية فأضغم الثاني في الأول لذلك فصار نونا مشددة وقد قيل إنه لما تنافى ذلك أثبت اللام قبل النون ثم أضغم الأول في الثاني على أصول الإضغام فصار نونا مشددة وقيل شددت فرقا بينها وبين الظاهر التي تسقط الإضافة نون لأن ذان لا يضاف وقيل الفرق بين الإسم المتمكن وبينها وكذلك العلة في تجديد نون في اللذان وهذان قال أبو عمر إنما اختصت أبو عمر هذا الحرف بالتجديد دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه بالتفضيل ومن قرأ فذانيك فالأصل عنده فذانك بالتجديد فأبدل من النون الثانية يأكرا هيت التضعيف كما قالوا لا أملاه فيه لا أمله فأبدل اللام الثانية ألفا ومن قرأ بياء بعد النون الشديد فوجه أنه أجبع كسره النون فتولدت عنها ليا قوله تعالى وأرسله معي ردءا يعني معينا مشتق من أردأته أي أعنته والردء العون قال الشاعر ألم ترى أن أسرم كان ردئي وخير الناس في قل ومال النحاس وقد أردأه ورداه أي أعانه فترك همزه تخفيفا وبه قرأ نافع وهو بمعنى المهموص قال المهدوي ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المئة أي زاد عليها وكأن المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي قاله مسلم ابن جندب وأنشد قول الشاعر وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب فقد أردى ذراعا على العشري كذا أنشد الموردي هذا البيت قد أردى وأنشده الغزنوي والجهاري في الصحاح قد أرمى قال والقصب والصلب والقصب تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواه قال ياسف رمحن وأسمر البيت قال الجهاري ردء الشيء يردئه رداء فهو رديء أي فاسد وأردأته أفسدته وأردأته أيضا بمعنى أعنته تقول أردأته بنفسي أي كنت له ردء وهو العون قال الله تعالى فأرسله معي ردء يصدقني قال النحاس وقد حكى ردأته رداء وجمع رداء أردؤه وقرأ عاصم حمزة يصدقني بالرفع وجزم الباقون وهو اختيار أبي حاتم على جواب الدعاء واختار رفعه أبو عبيد على الحال من الهاء في أرسله أي أرسله ردءا مصدقا حالة التصديق قوله أنزل علينا مائدة من السماء تكون أي كائنة حال صرف إلى الاستقبال ويجوز أن يكون صفة لقوله ردءا إني أخاف أن يكذبون إذا لم يكن لي وزير ولا معين لأنهم لا يكادون يفقهون عني فقال الله عز وجل سنشد عضو ذك بأخيك أي نقويك به وهذا تمثيل لأن قوة اليد بالعضد وقال أرفع بني لبيبي لستم بيد إلا يدا ليست لها عضبا ويقال في دعاء الخير شد الله عضو ذك وفي ضده فتى الله في عضو ذك ويجعل لكما سلطانا أي حجة وبرهانا فلا يصلون إليكما بالأذى بآياتنا أي تمتنعان منهم بآياتنا فيجوز أن يوقف على إليكما ويكون في اللام تقديم وتأخير وقيل التقدير أنتما أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا قاله الأخ الشعري قال المهدوي في هذا تقديم الصلة على الموصول إلا أن يقدر أنتما غالبان بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون وعني بالآيات سائر المعجزات هذه عشر الآيات من ستة وتلاتين إلى اتنين واربعين قوله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات أي ظاهرات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مكذوب مختلق وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقيل إن هذه الآيات محتج به موسى في إثبات التوحيد من الحجج العقلية وقيل هي معجزاته قوله تعالى وقال موسى قراءة العامة بالواو وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن قال بلاواو وكذلك هو في مصحف أهل مكة ربي أعلم بمن جاء بالهدى أي بالرشاد من عنده ومن تكون له قراءة الكوفيون إلا عاصمة يكون بالياء والباقون بالتاء وقد تقدم هذا عاقبة الدار أي دار الجزاء إنه الهاء ضمير الأمر والشأن لا يفلح الظالمون قوله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري قال ابن عباس كان بينهما وبين قوله أنا ربكم الأعلى أربعون سنة وكذب عضو الله بل علم أنه له ثم ربا هو خالقه وخالق قومه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قال فأوقد لي هامان على الطين أي أطبخ لي الآجر عن ابن عباس رضي الله عنه قال قد هو أول من صنع الآجر وبنى به ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال قيل خمسين ألف بناء سوى الأدباع والأجراء وأمر بطبخ الآجر والقص ونشر الخشب وضرب المسامير فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه بحيث لم يبلغه بنيان خلق الله السماوات والأرض فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه حتى أراد الله أن يفتنهم فيه فحكى السدي أن فرعون صعد السطح ورمى بن الشابت نحو السماء فرجعت متألط إخا بدماء فقال قد قتلت إله موسى فروي أن جبريل عليه السلام بعثه الله تعالى عند مقالته فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف وقطع في البحر وقطع في الغرب وهلك كل من عمل فيه شيئا والله أعلم بصحة ذلك وإني لأظنه من الكاذبين الظن هنا شك لأنه قد رأى من البراهين ما لا يخيل على ذي فقرة قوله واستكبر أي تعظم هو وجنوده أي عن الإيمان بموسى في الأرض بغير الحق أي بالعدوان أي لم تكن له حجة تدفع ما جاء به موسى وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أي توهموا أنه لا معاد ولا بعث وقرأ نافع وابنه حيصة نشيبة وحميده وعقوب والحمزة الكسئي لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمى الفاعل الباقون يرجعون على الفاعل المجهول وهو اختيار أبي عبيد والأول اختيار أبي حاتم فأخذناه جنوده وكانوا ألفي ألف وستمات ألف فنبذناهم في اليمن أي طرحناهم في البحر المالح قال قتادة بحر من وراء مصر يقال له إساف أغرقهم الله فيه وقال وهب والسدي المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية القلزم يقال له بطن مريرة وهو إلى اليوم غضبان وقال مقاتل يعني نهر النيل وهذا ضعيف والمشهور الأول فانظر يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين أي آخر أمرهم وجعلناهم أئمة أي جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر وقيل جعل الله الملأ من قومه وارؤساء السفل منهم فهم يدعون إلى جهنم وقيل أئمة يأتم بهم العبر ويتعظ بهم أهل البصائر يدعون إلى النار أي إلى عمل أهل النار ويوم القيامة إلى ينصرون وأدبعناهم في هذه الدنيا لعنة أي أمرنا العباد بلعنهم فمن ذكرهم لعنهم وقيل أي ألزمناهم اللعن أي البعد عن الخير ويوم القيامة هم من المقبوحين أي من المهلكين المنقوتين قاله ابن كيسان وأبو عبيدة وقال ابن عباس المشوهين الخلق بسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل من المبعدين يقال قبحه الله أي نحاه من كل خير وقبحه وقبحه إذا جعله قريحا وقال أبو عمر قبحت وجهه بالتخفيف معناه قبحت قال الشاعر ألا أقبح الله البراجم كلها وقبح يربوعا وقبح دارما وانتصب يوما على الحمل على موضع في هذه الدنيا واستغني عن حرف العطف في قوله من المقبوحين كما استغني عنه في قوله سيقولون ثلاثة أرابعهم كلبهم ويجوز أن يكون العامل في يوم مضمرا يدل عليه قول الله عز وجل هم من المقبوحين فيكون كقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويجوز أن يكون العامل في يوم قوله هم من المقبوحين وإن كان الغرف متقدما ويجوز أن يكون مفعولا على السعة كأنه قال وأدبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة ثاني عشر الآية رقم تلاتة واربعين قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة قاله قتادة قال يحيى بن سلام هو أول كتاب يعني التوراة نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام وقيل الكتاب هنا ستة من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس ورواه مرفوعا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قال أبو سعيد الخضري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل الله التوراة على موسى غير القرية التي مسخت قرده ألم ترى إلى قوله تعالى ولقد آت أين موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أي من بعد قوم نوح وعاد وثمود وقيل أي من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون بصائر للناس أي آتيناه الكتاب بصائر أي ليتبصروا وهدى أي من الضلال لمن عمل بها ورحمه لمن آمن بها لعلهم يتذكرون أي ليذكروا هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنيا ويثقوا بثوابهم في الآخرة ثالث عشر الآيتان أربع واربعين وخمسة واربعين قوله تعالى وما كنت أي ما كنت يا محمد بجانب الغربي أي بجانب الجبل الغربي قال الشاعر أعطاك من أعطى الهدى النبي نورا يزين المنبر الغربية إذ قضينا إلى موسى الأمر أي إذا كلفناه أمرنا ونهينا وألزمناه عهدنا وبقيل أي إذا قضينا إلى موسى أمرك وذكرناك بخير ذكر وقال ابن عباس إذا قضينا أي أخبرنا أن أمة محمد خير الأمم وما كنت من الشاهدين أي من الحاضرين قوله تعالى ولكن أنشأنا قرونا أي من بعد موسى فتطاول عليهم العمر حتى نسو ذكر الله أي عهده وأمره نظيره فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبينا عليه السلام ذكره في ذلك الوقت وأن الله سعب عفه ولكن طالت المدة وغلبت القصوى فنسي القوم ذلك وقيل آتينا موسى الكتاب وأخذنا على قومه العهود ثم أطاول العهد فكفروا فأرسلنا محمدا مجددا للدين وداعيا الخلق إليه وقوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدينة أي مقيما كمقام موسى وشعيب بينهم قال العجاج فبات حيث يدخل الثوي أي الضيف المقيم وقوله تطلو عليهم آية إنا أي تذكرهم بالوعد والوعيد ولكن كنا مرسلين أي أرسلناك في أهل مكة وآت أينك كتابا فيه هذه الأخبار ولولا ذلك لما علمتها رابع عشر الآية رقم ستة واربعين قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي كما لم تحضر جانب المكان الغربي الذي أرسل الله موسى إلى فرعون فكذلك لم تحضر جانب الطور الذي نادينا موسى لما أتى الميقات مع السبعين وروا عمر بن الضمار يرفعه قال موسى يا أمة محمد قد أجبتم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني فذلك قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وقال أبو هريرة وفي رواية عن ابن عباس إن الله قال يا أمة محمد قد أجبتم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ورحمتكم قبل أن تسترحموني قال وهب وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال يا ربي أرنيهم فقال الله إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم قال بلى يا رب فقال الله تعالى يا أمة محمد فأجابوا من أصلاب آبائهم فقال قد أجبتم قبل أن تدعوني ومعنى الآية على هذا ما كنت بجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك وأخبرناه بما كتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا ولكن فقال 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 رحمة الزجاج الزجاج الرفع بمعنى ولكن فعل ذلك رحمة لتنظر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك يعني العرب أي لم تشاهد تلك الأخبار ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن أرسلت إليهم لتنظرهم بها لعلهم يتذكرون لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة خامس عشر الآيتان سبعة واربعين وتمانية واربعين قوله تعالى ولولا أن تصيبهم يريد قريشا وقيل اليهود مصيبة أي عقوبة ونقمة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي وخص الأيدي بالذكر لأن الغالب من الكذب إنما يقع بها وجواب لولا محذوف أي لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم المتقدمة فيقول ربنا لولا أي هلا أرسلت إلينا رسولا لما بعثنا الرسل وقيل لعاجلناهم بالعقوبة وبعث الرسل إذا حهل عذر الكفار كما تقدم في سورة الإسراء وآخر سورة الله فنتبع آياتك نصب على جواب التخصيص ونكون عطف عليه من المؤمنين من المصدقين وقد احتج بهذه الآية من قال إن العقل يوجب الإيمان والشكر لأنه قال بما قدمت أيديهم وذلك موجب للعقاب إذ تقرروا الرجوب قبل بعثة الرسل وإنما يكون ذلك بالعقل قال القشيري وصحيح أن المحذوف لو لا كذا لمحتج إلى تجديد الرسل أي هؤلاء الكفار غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد ولكن تطاول العهد فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم قال العهد بالرسل ويظن أن ذلك عذر ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل ولكن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك يا محمد إليهم وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبدا إلا بعد إكمال البيان والحج وبعثة الرسل قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يعني كفار مكة لولا أي هلا أوتي مثلما أوتي موسى من العصى واليد البيضاء وأنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراه وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد فقال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تأظاهر أي موسى ومحمد تعاون على السحر قال الكلبي بعثت قريش إلى اليهود وسألوهم عن بعث محمد وشأنه فقالوا إن نجده في التوراة بنعتيه وصفته فلما رجع الجواب إليهم قالوا ساحران تأظاهر وقال قوم إن اليهود علموا المشركين وقالوا قولوا لمحمد لولا أوتيت مثلما أوتي موسى فإنه أوتيت أوراة دفعة واحدة فهذا الاحتجاج وارد على اليهود أي أولا يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في موسى وهارون هما ساحران وإنا بكل كافرون أي وإنا كافرون بكل واحد منهما وقرأ الكفيون سحران بغير ألف أي الإنجيل والقرآن وقيل التوراة والفرقان قال الفراء وقيل التوراة والإنجيل قال أبو رزين الباقون ساحران بألف وفيه ثلاثة أقويل أحدهما موسى ومحمد عليهم السلام وهذا قول مشرك العرب وبه قال ابن عباس والحسن الثاني موسى وهارون هذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة وبه قال سعيد ابن جبير ومجاهد ابن زيد فيكون الكلام احتجاجا عليهم وهذا يدل على أن المحذوف في قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة لما جددنا بعثة الرسل لأن اليهود اعترفوا بالنبوات ولكنهم حرفوا وغيروا واستحقوا العقاب فقال قد أكملنا إزاحة أعرهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الثالث عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا قول اليهود اليوم وبه قال قتاد وقيل أولم يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح وذكر الإنجيل والقرآن فرأوا موسى ومحمد ساحرين والكتابين سحرين سادس عشر الآية خمسين واحد وخمسين قوله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه أي قل يا محمد إذا كفرتم معاشر المشركين بهذين الكتابين فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه ليكون ذلك عضرا لكم في الكفر إن كنتم صادقين في أنهما سحران أو فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابي موسى ومحمد عليهم السلام وهذا يقوي قراءة الكفرين سحران أتبعه قال الفراء بالرفع لأنه صفة للكتاب وكتاب نكره قال وإذا جزمت وهو الوجه فعلى الشرط قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله فعلم أنما يتبعون أهواءهم أي آراء قلوبهم وما يستحسمونه ويحببه لهم الشيطان وأنه لا حجة لهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي لا أحد أضل منه إن الله لا يهدي القوم ظالمين قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول أي أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول وقرأ الحسن وصلنا مخففا وقال أبو عبيد والأخ فشمعنا وصلنا أتممنا كسلطك للشيء وقال ابن عيين والسدي بينا وقاله ابن عباس وقال مجاهد فصلنا وكذلك كان يقرأها وقال ابن زيد وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا وقال أهل المعاني ولينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ إرادة أن يتذكروا فيفلحوا وأصلها من وصل الحبال بعضها وبعض قال الشاعر فقل لبني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يوصلوا وقال مرء القيس درير كخروف الوليد أمره تقلبوا كفيه بخيط موصل والضمير في لهم القريش عن مجاهد وقيل هو اليهود وقيل هو لهم جميعا والآية رد على من قال هل لا أوتي محمد القرآن جملة واحدة لعلهم يتذكرون قال ابن عباس يتذكرون محمدا فيؤمنوا به وقيل يتذكرون فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم قاله علي ابن عيسى وقيل لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام حكاه النقاش سابع عشر الآيتان اتنين وخمسين تلاتة وخمسين قوله تعالى الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون أخبر أن قوما ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن كعبد الله بن سلام وسلمان ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى وهم أربعون رجلا قدموا مع جعفر ابن أبي طالب المدينة اثنان وثلاثون رجلا من الحرشة وثمانئة نفر أقبلوا من الشام وكانوا أئمة النصارى منهم بحيراء الراهب وأبره والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع كذا سماهم الموردي وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي بعدها أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قال قتادة وعنه أيضا أنها نزلت في عبد الله بن سلام وتميم الداري والجارود العبدي وسلمان الفرسي أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية وعن رفاع القرزي نزلت في عشرة أنا أحدهم قال عروب بن الزبير نزلت في النجاشي وأصحابه ووجه باثنين عشر رجلا فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما قاموا من عنده تبعهم أبو جهل ومن معه فقال لهم خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفد لم تلبثوا أن صدقتموه وما رأينا ركبا أحمق منكم ولا أجهل فقالوا سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقد تقدم هذا في المائدة عند قول الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول مستوفى وقال أبو العالية هؤلاء قوم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثا وقد أدركه بعضهم من قبله أي من قبل القرآن وقيل من قبل محمد عليه السلام هم به أي بالقرآن أو بمحمد عليه السلام يؤمنون إذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا أي إذا قرئ عليهم القرآن قالوا صدقنا بما فيه إنا كنا من قبله أي من قبل نزوله أو من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين أي موحدين أو مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه القرآن قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويذرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغل الجاهلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون إن فرعون على في الأرض ما جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعينه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوما وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادتنا تيدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدوه له ما قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين ترودان قال ما خضبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جغوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نوذي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما لنت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطرع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يذعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأدبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الغمر وما كنت ثاوع في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الغرب إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الغالنين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتنع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صغروا ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة آردوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم من المهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها غالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاه أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلت من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتيه قالون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمل وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر